السلام عليكم يعطيكم العافية بنكمل اليوم نحكي شوية سريع على السكانرز بس مطلوب منه نعرف انه السكانر ياخذ كإنبوت البيبر بيبر عادية وبرجع بتماب اللي بتكتو تعرفوه انه السكانر لما بكون مثلا في ورقة ومكتوب عليها تكست وتيجي انت تعملها سكان هو ما بأخذ ملف الملف اللي بنتج اللي بيطلع لك هي صورة للورقة صورة بيتماب بالذكرين لما حكينا عن بيتمابنها هي عبارة عن صورة الميموري المسؤولة عن الصورة لما حكينا عن resolution والcolor depth اذا المقصود هون انه السكانر ما برجع لك تكست انت ممكن تتعدل عليه انما هو برجع لك صورة يعني حرف الاس هاد مثلا لو عملنا له سكانر بطلع لك صورة اس بس انت ما بتقدر تيجي تعمله مثلا تضليل وكوبي وباست وتغير عليه مثلا او اشي فهو بس برجع لك صورة ولا كيف انا ممكن احاول لنص لنص ممكن اعدل عليه هون بيجي دور optical character recognition optical character recognition هي عبارة عن technology او OCR اختصارا هي عبارة عن technology converts بتحول البيتماب اللي قبل شوي طلعت معنا طلع لنا يا هالسكانر بتحولها back into text بتحولها مرة ثانية لتكست انت بتقدر تعدل عليه OCR technology مش سهلة ولفترة قريبة كانت صعبة يعني خصوصا باللغات العربية بتذكرين لما حكينا عن ادخال نص عن طريق الكتابة حكينا انه فعليا السيستم باخد هاي الحرف كصورة وبيحاول يحزر اذا مدكرين لما حكينا يحاول يحزر اذا هذا حرف واو ولا را ولا زين وكمان في مشكلة تقطيع الحروف اللغات الموصولة زي العربي هاي هي هو فعليا السيستم اللي بيعمل هيك هو OCR هي عبارة عن technology بتوخذ الصورة وبتحاول تحزر شو التكست اللي انت كنت ناوي تكتبه وزي ما حكينا انه باللغات الموصولة لسه اصعب كمان من اللغة الانجليزية اللي بتكون على الاقل حروفها مقطعة جاهزة اذا السكينر باخد ورقة عادية وبيحول لك اياها لصورة وال OCR باخد هاي الصورة وبيحاول يحل الشو التكست اللي كان مكتوب فيها هاي سلايد مش مهمة الميموري نحكي عن virtual memory ال virtual memory الآن زي ما بتعرفوا يا جماعة انه اي سيستم اثناء الاكسيكيوشن عليه اثناء ما بيكون بتنفذ في السي بيو لازم يكون محمل وين على الرام طيب هاي الرام فعليا حجمها محدود ومع ذلك احنا بنشغل اشياء كثيرة على السيستم اه وما عمره اعطانا مسج انه والله خلص الرام فل ليش لانه طبعا السبب انه بيحمل لك كل اشي مع انه فعليا على ارض الواقع هي الرام حجمها محدود لانه احنا بنستخدم تكنولوجي اسمها virtual memory virtual memory مبدأها بسيط جدا virtual memory انه الرام لما بتتعبه بيبلش يطلع لك من الاجزاء اللي اقل استخداما وبيبدل بيدخل بدالهم الاشي الجديد اللي انت حملته يعني مثلا انت مشغل عشر اشياء وامور ابتمام يجدك تشغل كمان اشي جديد على الاشي الجديد ما فيش الو مكان فبروح يحاول يختار واحد من العشر اشياء مشغلة وبيطلعوا من الرام من غير ما يشعرك انه طفا بيضلوا فاتحوا قدامك اه وبشغل الاشي الجديد فانت بتفكر من ايجا تكلمة virtual انت بتفكر وكأن المموري unlimited كأنها غير محدودة كأنها بتاخد كل اشي انت بتخزنه كل اشي انت بتفتحه بيروح اه او بتشغله كل اشي بتشغله بيروح اه انها الرام اه حجمها غير محدود هي على ارض الواقع محدود هي بيرتوالي بشكل وهمي غير محدودة بحيث انها بتاخد كل الاشياء اللي انت بتشغلها مع انها على ارض الواقع اه هي فعليا محدودة والسوابنج هو السوابنج اللي هو التبديل التبديل بين شو شو تبديل بين الا اي اشي مخزن على الرام وانت اه بتستخدمه اقل ما يمكن بيروح يطلعه وبدخل بداله الاشي اللي انت شغلته جديد عشان هيك احيانا مثلا بتكون انت فاتح وورد وبتخليه تحت بيطول فترة طويلة بتشغل اشياء كثيرة بعدين بترجع اه بترفعه مع انه هو موجود بيكون تحت بس تيجي بدك اه تفتحه مع انه فاتح اصلا بس انت منزله تحت اه تيجي بدك اه تفتحه بيطول وكأنه قاعد يشغل عن جديد ليش؟ لانه هون بيكون هو اه سيستم اختار انه يعمله بيطلعه برا وبدخل اشي جديد انت شغلته اه معروف طبعا اللي هو اه تقليل حجم ضغط يعني ضغط الملفات هو تقليل حجمها اه اذا كنت انت بحتاج مثلا او ما بدك تصرف كثير او بدك تبعته مثلا ايميل او بتحمله اه اه اونلاين فبيكون مواخد حجم كبير فانت بتضغطه وتبعته ايميل بدي تعرفوا اليوم انه الكمبريشن نوعين لوزلس ولوزي لوزلس هو عبارة عن نوع اه من الضغط ما بيضيع منه ايش كيف يعني لوزلس لو ترجمتها حرفية بتكون عدم الضيع انتبه انه لما انت تيجي اه تضغط ملف تعمله ضغط اه بنت تجي طبعا معك ملف جديد اه انت هذا الملف جديد بعته ايميل لمكان ثاني هذا المكان ثاني عشان يفتحه بشكل زيد ويفك ضغطه هو ما عنده الملف الاصلي هو عنده الملف المضغوط يجي يفك ضغط الملف المضغوط يفك ضغطه برجع له نفس الملف الاصلي تماما لو كان من النوع الاول شوف ريكافر بسترجع يعني برجع لك نفس الملف الاصلي تماما مش اشي بيشبهه والمثال عليه طبعا لو كان مثلا في عندك تكست اه ايز بيز سيز بيروح وعدهم ويحكي لك عشرة اي خمسة بي ثمانية سي هذا الملف الاصلي هذا الملف المضغوط طب برجع فيك ضغطه عشرة اي بتروح تكتب عشرة اي خمسة بي بتروح تكتب خمسة بي ايت سي بتروح تكتب ثمانية سي برجع لك نفس الاصلي تماما بعض الفيديوز بتزبط لكن اللوزي اللي هو الضياع بشبه الاصلي مش الاصلي بشبه الاصلي كيف يعني بشبه الاصلي يعني مثلا لو جبت صورة جي بيك وضغطتها وبعدتها لمكان ثاني ايميل وبالمكان الثاني اضعك بده يفك ضغطها لما يفك ضغطها راح يرجع لك صورة انت كيوزر لو حطيت الصورتين جنب بعض ما راح تلاحظ فرق كبير لكن لو تبعتهم بيت باي بت راح تلاقي انه في فرق او جرب التجربة التالية انت اعمل ضغط لصورة بس تأكدها تكون النوع جي بيك طيب وبعدين فك ضغطها اه وقارن حجم الصورة الاصلية مع حجم الصورة اللي انت فكيك تضغطها مفروض انها ترجع لك الاصلي لكن راح تشوف انه الحجم اصغر من الحجم الاصلي حد دليل على انه ضاعت بعض الاشياء مثل صورة الجي بيك والم بي ثري الان اه سؤال دايما بنعمل ضغط عمرو ما سألني البرنامج والله انت اليوم شو حاب لوزلس ولا لوزي وين هاد الخيار بيكون موجود فعليا هاد الخيار بيكون باعتمد على نوع الملف هاي معلومة مهمة جمع انت ابو باعتمد على نوع الملف لو نوع الملف بنفع انه اعمل اكيد افضل يعني مين بحب يخسر من الملف الاصلي ممكن ملف الاصلي يكون مهم ما بدي اخسر منه اشي فلو كان يزبط زي التكست مثلا بزبط التكست بعض الفيديوز بتزبط لكن صورة الجي بيك مثلا اذا مذكرين لما حكينا عن عن الصور وعن كانت الجي بيك هي افضل اشي وفيها تنسيقات كبيرة جدا اه هاي هي اللي بتخسر هذا النوع من الملفات هو اللي بخسر او الصوت لان الصوت فعليا في اشياء كثيرة لان واحد بتسألني ما هو الفيديو كمان فيه الصوت لكن الفيديو اه خصوصا يعني اه بعض انواع الفيديو انا ما بعرف صراحة مين النوع بالضبط اللي بس بعض انواعها لانه هو عبارة عن مجموعة اه من الصور فبعتمد عن النوع الصورة يعني الجيف مثلا صورة الجيف بينما الجي بيك لوزي اه الجي بيك والم بي ثري الصوت اه اه ملفات الصوتية خصوصا الاصلية بتسمع دائما انه فيه ولا موسيقى اصلية او اه اه شو بسموها اه اصلي او كوبي فالكوبي بيكون اه ممكن زي هيك بسبب فك الضغط اذا اللي بدي تعرفوا انه هو اه نوع من الضغط ما بيخسر اي اشي بعد فك الضغط بينما اللوزي بيخسر وانه هاد الاشي بيتمد على نوع الملف بعضها نوع الملفات بيزبط بعضها ما بيزبط فبتضطر انت بعد فك الضغط اه انك تخسر بعض البعض التنسيقات هاي السلايدات مش مهمة اه اخر السلايد هون في الشابتر الثاني بتحكي عن عن يعني من وين بتيجي المحددات شو الاشياء اللي بتمنعك من انك تنتج اه اداء تفاعلي يعني احنا حكينا كثير في هذا الشابتر عن مواصفات اللي بتسمح لي انه اه اعمل اعمل شاشات او تفاعلية او قابل الاستخدام حكينا عن مثلا عن الخطوط شو هي انواع الخطوط في كل حالة الافضل لكن متى اه او شو هي الاشياء اللي بتمنعك شو المحددات اللي بتمنعك من انك تعمل او تفاعلية او قابلية الاستخدام ممكن السبب الليمتاشن الاولى تجيك من السي بيو شو ملتنون يعني يعني مثلا جهاز فعليا بطيء فانت لانه السي بيو او او التنفيذ او السي بيو الحسابات بطيئة الجهاز بطيء السي بيو بطيئة يعني بتطول كثير الكمبيوتاشن بتطول اه فانت بتطلب اشي من الكمبيوتر اه بيطول طبعا هي اقل الحالة لان الكمبيوتر يعني خصوصا الايام هاي كثير سريع لكن نظريا اول مشكلة ممكن تيجي من انه الاجهزة بطيئة انت بتطلب اه من الاجهزة اشي فبطول حتى ترد عليك لانه هي والتنفيذ فيها بطيئة او ممكن يجي من ستوريج يعني مثلا ممكن الكمبيوتاشن انت بتعطيه اي اشي بعملك كمبيوتاشن برجع لك بسرعة بس ما بحتاج يروح يعمل اكسز على داتابيز لحتى يوخد اه من هاي الدياتابيز يقرأ او يخزن عليها يعني سواء قراءة او كتابة يوخد من الدياتابيز او يخزن عليها ساعتها بيصير بطيئ لانه الدياتابيز بطيئة او بطيئ هاي الاحتمال الثاني اللي بيحددك وبمنعك من انك توفر او التفاعلية او في بعض الاحيان الجهاز سريع وداتابيز اما ما بيستخدم هذا السيستم داتابيز او انه بيستخدم بس الداتابيز سريعة والسيرفر سيرفرات اللي عليها الداتابيز اه قوية اه بس احيانا اه بيكون السيستم بحتاج جرافيكس عالية واضح ايش منطبق على الجيمز مثلا تعرفوا اللي بلعب جيمز بعرف انه مش اي جهاز بيزبط على الجيمز بدك كارت شاشة قوي وبدك اه يعني جهاز قوي كثير يكون فلو كان السيستم اللي انت بتستخدمه او بتصممه من هذا النوع اه ممكن الجرافيكس العالية في هذا السيستم هي اللي تمنعك من انك تقدم انتراكتف بيرفورمانس او احيانا كثيرة بيكون اه الجهاز تاعك سريع الستورج سريع ممكن الجرافيكس سريع او انت ما بتستخدم الجرافيكس بس لما تروح انت مدامك انت لوكالي ممتاز وضعك بس لما تروح على الشبكة لما تروح انت على الشبكة بتكون بطيئ سيما انت بتجيب جهاز سريع جدا مثلا اعطيكم مثال بتجيب انت جهاز سريع جدا بس انترنت بطيئ جدا صحيح جهازك سريع صحيح جهازك اه حديث وسريع وتمام بس لما تروح تستخدم انترنت الانترنت اللي عندك بطيئ فا اه راح تعاني من انه ما فيش ما فيش تفاوية وطبعا لما اه كبيرة كلها تستخدم الشبكات اما الشبكات او الانترنت اه فممكن يكون لما انت بتروح بدك تاخذ اشي من الشبكة او تعطي الشبكة او تعمل لاشي مثلا اه الشبكة تكون بطيئة زي ما بصير معكم ايام تسجيل يعني حتى لو واحد فيكم بسجل من جهاز حديث اه بس لانه في كثير ناس بسجلوا مع بعض فبيصير في مشكلة عالشبكة الشبكة بتصير بطيئة هيك بنكون كمانا هاتو الشابتر الاول في مادتنا هو شابتر 2 يعطيكم العافية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة